السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? معكم زميلكم عبدالرحمن يا صم والنهارضة تالت فيديو لنا في النهارضة هنتكلم عن المرة اللي فاتت تتكلمنا على والمرة الجاية ان شاء الله يبقى اخر فيديو في عضلات الفخص كلها واللي هنتكلم فيه عن تمام? بعد كده اللي اجي هتاخد معنا فيديو واحد وبعد كده الكامل بتاع العضلات دي او اللي هو وبعد كده وبعد كده ولو فيك ملحوظة في الكتاب كده ان شاء الله هنعمل عليهم فيديو. فخلينا ندخل سريعا في الفيديو بتاعنا. خيب اه كما عضل عندنا الاول في فيه خمس عضلات واللي هما يعني هما اللي بيعملوا للفخص هما اللي بيعملوا للصاي على مستوى فعشان كده الخمس عضلات دول كلهم على بعضهم اسمهم بس هل هما بيعملوا بس للصاي? لا هما بيعملوا بس مش كلهم اكيد بتاعهم او الحركة اللي كلهم بيعملوها الخمس عضلات بيعملوها اللي هي مع بيساعدوا في الدرجة بسيطة ولو بدرجة بسيطة مع بعيدة العضلات المساعدة في ولي شرحناهم المرة اللي فاتت. طيب خلينا ندخل سريعا هما الخمس عضلات دول. اول عضلة عندنا واللي هي تمام? تاني عضلة اللي هي تالت عضلة اللي هي رابع عضلة معنا واكبرهم اللي هي دي عضلة كبيرة جدا يعتبر هي اكبر عضلة في زي ما شايفين حضراتكم ده الحجم بتاعها. حجم كبير جدا تمام? وعندينا ورا القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الخمس عضلات دول زي ما قلنا في حاجات كومن مشتركة ما بينهم هما الخمسة. اول حاجة كانت واللي هما بيعملوا مع الحركة الاساسية هي وبيساعدوا في تاني حاجة مشتركة ما بينهم ان كلهم بيغزيهم النيرف اللي هو بيغزيهم ايه? كلهم بيغزيهم طيب بعد كده زي ما قلنا بيغزيهم كلهم معادة اتنين بس فيهم الاختلاف. طيب زي ما قلنا كلهم بيغزيهم ولكن فيه اتنين شزوا عن القاعدة دي اللي هما ايه? والدكتور ماجينوس. تمام? والدكتور ماجينوس. لاني واخدى من عصبين. اللي هما ايه? عشان بس نكونوا فاهمين. نكون فاهمين الحوار بس عشان ما اللي اخبطش ان بيبقى نازل كده. تمام? بيبقى مغزي العضلات بتاع اللي شرحناها من المرة اللي فاتت لازم تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتتفرج على الفيديو بتاع العلامات اللي بتبقى موجودة على العضم او الاجزاء بتاعت العضم لان هي هتبقى اساسك في حفظ العضلات. العضلات هتحفظها كصورة مش كباينات. بس عشان نبقى متفقين على ده من الاول. فزي ما قلنا بيبقى نازل بالشكل ده. عندك الاوبتيوريتور يبقى نازل برضو بالشكل ده. هنشرح كله. تمام? اللي عفوا كله. فبس احنا دلوقتي هنتكلم عشان بس نمشي الشرح في العضلات وبعد كده ده ليه فيديو الوعدي. ده اللي هو تمام? وده اللي هو الاوبتيوريتور تمام? فعندنا اللي هي بتاخد من الاوبتيوريتور نيرف. بتاخد من الاوبتيوريتور نيرف. عندنا العضلة التانية برضو الشزة عن القاعدة قلنا كلهم بيغزيهم الاوبتيوريتور معدل بكتينيس والمجنس. المجنس ليه? المجنس لان لو جينا نشوف المجنس هنا هلاقيها عضلة كبيرة جدا. تمام? عضلة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. يعتبر ظهر من قدام ومن وراء. فهي من وراء ايه اللي بيعدي من وراء لما شرحناها في الفيديو الاول? قلنا هنا السياتك بيعدي هنا. تمام? وعندك الاوبتيوريتور هنا زي ما قلنا بيعدي بس من قدام. يعني لو جينا هنا. من قدام برضو بيعدي في فبيغزيها تنين. بيغزيها والسياتك نيرف. تمام? يبقى بيغزيها والمجنس بيغزيها والسياتك. طيب دي كانت الحاجات المشتركة ما بينهم. زي ما قلنا نيرفز بيغزيهم كلهم معدل وبكتينيس والمجنس. وقلنا بتاعهم. طيب نبدأ بعد كده في اول عضل عندنا في الخمس عضلات ده وللي هي البكتينيس اه وقتا بتاعها او بدأ من فين. طلع من ودل برضو شرحناهم في طيب dentro الانسيرشن فين?آ بتاع على اسمها. فين? اهو. المكان ده من وراء. ده من وراء. ده الحتة دي اسمها هي اسمها الانسيرشن بتاعها في اظنني ما فيش وضوح اكتر من كده. ده مثلا بيبقى موجود تحت ده برضو من فيديوهات زي ما قلنا لازم تحفظ يعني دي كلها. وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع البونز تحت في ان شاء الله. فبس بتاعها عشان ما لا اخبطش في بعض بس هيبقى من فين? هيبقى بدقة من وحطها في بتاعها واخدها من وقلنا مع ندخل بعد كده على تاني عضلة معنا واللي هي لو عملنا لها عزل برضو مع نفسها كده عشان نشوف بدقة من فين? هل هي بدقة من الحتة دي? الحتة دي اسمها ايه? الحتة دي برضو في بس تمام? اسمها بيوبك تيوبريكل. تمامي? بقى اخدم فين? بتاعها فين? بتاعها لو جينا هنا هنلاقي من وراء. ده ده لو جينا هنلاقيها من وراء. خلينا بس نوضح خط مهم جدا. كنا برضو شرحينه الفيديو اللي فاته اللي هو اللينيا اسبرا. خط كده بنعدي في عضمة الفخز من ده في الحصول من اوارا بالشكل ده. نازل هنا. فهي يعتبر واخدها جزء كبير من اللينيا اسبرا اللي هو الخط اللي قمنا عليه. تمام? فين بتاعها? في لينيا اسبرا. في لينيا اسبرا. بالضبط ده لينيدين بتاعها. يبقى اخد الارجن بتاعها من فين? واخد الارجن بتاعها من تيوبريكل. وقولنا بتاعهم المشترك كله اللي هو والاكشن مع ندخل بعد كده على تالت بعضلة معانا واللي هي ورا على طول واللي هي اللي هي بتبع موجودة هنا. ورا على طول. تعالوا بجينا نشوفها بشيء من التفصيل. الاقي ان ده شكلها. الاقي انها تقريبا واخدها من مش من نفس الانسيرشن بتاع ولكن تحت الانسيرشن بتاع الانسيرشن. واخدها من الانفيريور ريمس اوف بيوبس. من الانفيريور ريمس. لو فاكرين كانت واخدها من كانت واخدها من هنا. دي واخدها من الانفيريور ريمس فيعتبر واخدها من الانفيريور ريمس اوف بيوبس. طب حتى فين الانسيرشن او حتى فين بتاعها الانسيرشن هنلاقيها هنا برضو واخدها من جزء الاول للينيا اسبرا. اغلبهم واخد من اللينيا اسبرا تمام زي بالزبط اللونجس اللونجس كانت واخدة من المديل لاب اف لينيا اسبرا بنفس الطريقة الاداكتور بريفز واخدة من زاسيم انسيرشن واللي هو اللينيا اسبرا وليها نفس اللي هو الاكشن اللي هو فليكشن مع اداكشن يبقى كده شرحنا البيكتينيس والاداكتور لونجس والاداكتور بريفز ندخل بقى على العضلة الرابعة واللي هي اكبر عضلة فيهم الاداكتر ماجينوس. الاداكتر ماجينوس ليها او ارجن تمام? ليها تمام? بيبقى ليها يعني اه راسين واخدة من حتتين مختلفين. ليها اللي هو الاداكتر بارت. هو هو الاداكتر بارت تمام? والليها الاسكيل بارت اللي هو الهامسترنج بارت الهامسترنج دول عبارة عن مجموعة عضلات موجودين من وره في هنشألهم ان شاء الله الفيديو الجاي اه دول اللي هما اسمهم اللي بيبقوا موجودين من وره من تحت تمام من وره في عضمة الفاغز في الفيمر دول هنشأل الله هنشألهم الفيديو الجاي بس عمتا عايزك تعرف ان لها طلع من اللي هما ايه او البيوبك بارت طلع من من الامفيريور بيوبيك ريمس lim Using demain تمام والτι pen تمام والفياب طالع من الاسكل تيو بروستي لو جئنا هنا نشوف عشان بس نقول الكلام ده لها فعلا طلع من الها برضو من وره الجزء ده اللي هو تمام او زي ما قلنا له يتنفع الاسمين والقيها هنا واخدها من الجزء ده اللي هو طيب بتاعها فين حط التنو بيطاعها فين زي ما كال لها او او برضو لها اه اتنين واللي هما الاداكتور بارد برضو الاداكتور بارد في في الجزء هنا في اخر حتة في اللينيا اسبرة زي ما قلنا ده اللي هو زي ما شايفين حاطت في الجزء ده اللي هو في اخر جزء في اللينيا اسبرة اللي تكلمنا عليه طيب الانسيرشن بتاع او في السوبرا كندايلر هنا جزء ده اسمه سوبرا كندايلر تمام ده اللي تحتها الجزء البارز العظمة البارزة دي اسمها الكوندايل تمام الجزء اللي فوق العظمة دي اسمه سوبرا كندايلر هنا صوبرا كندايلر ريتش. فإيه بتاع بتاعب سكيام بارتم. سكيام بارتم حاطت في او في الكوتريد تيوب ريتش. يبقى تاني بس عشان ما ممنتعش لها آآ يعني لها واخده من منشقين يعتبر وحطة برضو في مكانين مختلفين. واخده من مكانين مختلفين وت不知道 بتاحها في مكانين مختلفين. لها واسكيل بارت. البيوبيك بارت من الانفيريور بيوبيك ريمس. والاسكيل بارت من والانسيرشا بتاعها فين? البيوبيك بارت حاطت في الانتندن بتاعها حاطته في باخر حتة في اللينيا اسمرا. تمام? والاسكيل بارت حاطت في او في كوادريد زي ما قلنا له دبل واخد من ومن زيها زي بقية الخمسة. والاكشن مع فليكشن ندخل بقى العضلة الخامسة أو آخر عضلة معنا واللي هي الجراسلس الجراسلس يعتبر أطول عضلة فيهم تمام زي ما شفين دي الجراسلس لو جينا نشوف الأورجن بتاع الجراسلس هللاقيها ما بين الأس organizations لو جينا هنا من وراء برضو نشوفها هللاقيها ما بين الأس favor للأسilla فهي تو يعني هي وخدة من أورجن واحد ولكن الأورجن ده ما بين العضمتين ما بين الEE وبين الاس كيون. اللي هما ايه واخدها من الانفيريور بيو بيت. او الانفيريور ريا افزبois. واى واخدة من Configure reماения واخدة مني يعني فين? من ايه? من الانفيريور بيو بيوبك او الانفيريور ريا مس اوف زبايوبك. طيب بتاعها فين? هلا هي حطة في التيندون بتاعها او هي الانسيريشن بتاع فين? هلا هي في الارباس ours الاسا. تبيمية في الارباس FERPA. في الارباس a thểctica. вариант service of the upper part of the tebelt james a天's surface ليه? ancient surface لانه من الناحية نديلي دي الناحية النيديلي دي الناحية اللاترالي فهو يعتبر حطأت في النيديلي دي نحية الميديلي ودي الناحية اللاترالي فهو يعتبر حطت في ال ancestry بتاعه فين? في ال upper part of the teinis. هو يعتبر في الجزء العلوي للتيبية في العلوي في ال fits مamine all stories of the upper part. تمام? الان Wizard�شن هوا زي ما قلنا كلهم live off the Curator & Lair والaction المين اكشن اللي هو مع الفلكشن. وبكده بفضل الله نبقى خلصنا الخمس عضلات دول اللي هما او او افزا آآ ما كانش يفعى نشرحهم مع بقية العضلات لان دول يعتبر لهم آآ نهاجهم الخاص سواء في او في الحركات اللي هما بيعملوها زي ما قلنا بتاعهم آآ بشكل اساسي تمام والانرفيشن بتاعهم كلهم من معادة اتنين شازين عن القاعدة دي واللي هما البيكتينيس وقلنا البيكتينيس واخد من والأوبتوريتور اما الاداكتور ماجينوس واخد من السياتيك نيرف ومن الابتوريتور نيرف الفيديو جاي بإذن الله نتكلم عن واللي هو هيبقى اخر فيديو في عضلات الساي الساي بس عضلاتها كتيرة ولكن العضلاتها وليلة جدا ست سبع عضلات هيتشرحوا كلهم في فيديو واحد بإذن الله وبكده هنبقى خلصنا خلال الفيديو هين الجايين ان شاء الله بتوع اللي ورلم اتمنى يكون الشرح عجبكم سلام